السلام عليكم شباب معكم في دول من جيميك تايم جواب لكم اليوم فيديو بتكلم فيه عن الابديت 2.0 اللي هو رسميا تكلم مشاركة بشكل رسمي ان انزومة راح تبدأ باذن الله مع الابديت القادم اللي بيجينا بعد ثمان ايام تقريبا من انتهي البنر الحالي راح يجينا الابديت القادم اللي راح يشفل انزومة كلها ولا جزء منها الى الان ممتاكدين بس ورنا لقطات كثيرة عن انزومة المراحل فيها كمية كبيرة من شخصية قربة الثمانة او تسع شخصية جديدة ثلاثة منهم راح يجيونا في الابديت الجديد قبل ادخل في التفاصيل ذي كلها كالعادثة قبل ما نبدأ معلكم اروا سبسكرايب لايك كومن شير وبدخل في التفاصيل الان قد ما نقدر لان شوي يبي لها تركيزه اكي خلنا الان 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 زومة احد المدن اللي نتحول المدينة الثالثة من اصل ثمان مدن تقريبا اللي يمنتظرينها من زمان والتسع مدن صح هي المهم السبويلر للقصص حقها تباد المهم الاحد الجزء اللي انتظرها من زمان وقاعدين لاحق الصور القبسات اللي معطني إياها مصمين للعبة ميهويو بعض التسريبات اللي تطلع متحمسين عليها بشكل أليم واخيرا وصلت عندنا في update 2.0 الابديت القادم راح يسمونه 1.7 وال8 وال9 راح يسمونه 2.0 ومعناها راح يكون تغير لطيف وجيد للعبة عشان كذا اعطوه لقب 2.0 الان شال اللي يحتوي الابديت هذا زحمة اشياء اوله على رأسة كمية كبيرة من الكاركترات الجديدة 8 او 9 كاركترات طلعت في العرض ومعناها في اكثر منهم وثلاثة منهم راح يجونه في الابديت هذا واحدة راح تجينا لها اياكا بعد 9 ايام وثمانة ايام تقريبا تقعد معنا في السابيع وبعدها شخصتين جدد يومية والسايلة وغير الكاركترات اللي راح يجون بعدهم واكثر 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 ذا انا احد الاشياء اللي يحمسني بشكل غير طبيعي لان كلما نزات كاركترات جديدة واحد يعطينا خلنا نقول نكه جديدة في اللعب للناس اللي حاولون شخصتين ذي كلها وتفتح لك عالم جديد من الكمبوات حق الفرق اللي تسويها وعلى طال الكمبوات احد الكاركترات اللي راح يجي لكل النسخة وللألمنت الجديد من الترافلر الترافلر راح يكون عنده عنصر الكهرب جديد واللي نظام اللعب حقه وبعض الحركات اللي ها خلنا نقول اقتبسنا من نظرات حقاتها راح تفتع عالم من الاسبام حق الالتيمات العالم من السواب تيمز ما كان موجود عندنا مقابل وبيمكن كثير من الشخصيات اللي فيكم حبيب يدو والكاركترات اللي تطلب انه الجري تشارج عالي راح يبدع معانا اللي يعتبر كاركتر مجاني لان الكل راح يجي بدون يستثناء حلوم هذا كل بذلاء تتكلم عنه بتفاصيل اكثر اذا انزلوا الشخصيات بذلاء الان راح تتكلم عن الاشياء ثلاثة اضافوا عندنا في اللعبة اضافوا عندنا ثلاث قلنا نقول بوس سين جدد وبوس ماغو تنكي او الساموراي اللي عندنا حاليا راح يختفي الجزر اللي عندنا ورح ياخذون البوس وحطونا في مضيق الجديدة فعندنا تزعمة اثنين منهم جدد زعيم آلي وزعيم اللي هو بايرو كيوب المكعب الناري ما عندنا مكعب الناري عندنا ثلجي ممهائي ثلجي هواي كهربائي حجري صح؟ وهذا الناري راح يكون اضافها جديدة لها كذلك بوسات جديدة معناها تفرمها جديدة لكاركترات جديدة ويفتح لك عالم مش حالاته من خربطة ويعتبر نكة بسيطة من التشكيل من الكومبات مو بساسية بس نكح نيوة بالإضافة للعمال اللي بيحطونهم بيحطون زحمة وحوش جدد من فاتوي من وحوش عيدية من هيلتشيرز زحمة ساموراي زحمة تشكيلة كبيرة من وحوشة جديدة اللي الى الآن ما بعد نشوفها كلها وبيضخول عليها مع كل أبديت اللي 2.1 و2 و3 و4 و5 بإذن الله الآن في اشيء ثاني كذلك بدي أتكلم عنها بس في أولوية لموضوعين أساسيين مبهرت وستنس بشكل غير طبيعي نحطوه في اللعبة واحد الكروس سيف للبي سي للجولات والبلستيشن رح يفتحون لكم الناس هؤالي بتحبسين على شيء ذا ويمكن بعضكم ما يدرون فيمكن الخبر حلو بالأسؤالكم رح يفتحون لك القدرة أن تلعي على البي سي أو البلستيشن أن يبديك تربط الحساب حقك للبلستيشن بحساب ميهو يو عندهم في الموقع حقهم شيفيتك إن شاء الله هذي بالضبط الآن إذاً سוيت حساب في البلستيشن و تمتدخل في الحساب حقك من البي سي والجولات ما ينديك إذا ضبطت حساب حقك في البلستيشن بحساب ميهويو يمديك بعدين تدخل من الجوال على حساب ميهويو ومن البي سي بحساب ميهويو حقك و رح تحافظ على معلوماتك وتلع فيها ببساطة وبشكل مستمر وبدو المشاكل معناه يمديك حرفياً تجد تلعب صبحية إلى الأجوال العصرية على البلستيشن في الليلة على البي سي ما عندك مشكلة ويبنون يشارون الأشياء هذي وما يقدرون راح يمديهم بإذن الله اللي بنتأكد من العلم هذه لما يتنزل update أن يمديهم يدخلون عن طريق الحساب حقهم في البيسي ويشترون وارجون وارجون لعبارة بلابلاستيشن مع أنه هاي مشكلة أحد الأشياء اللي كثير من الناس طلبوها وقدموها لنا بعد انتظار طويل ويقال في احتمال أن في الأبديتات القاد ما بإذن الله راح يسمحوا لنا حتى نغير السيرفرات بس الآن ممتوفر شي هذا بعيد الآن ممتوفر في احتمال كبير راح يضيفه في الأبديتة القاد من بذن الله التغيير الثاني اللي أنا بدي اسمليه خرافي وأتمنى يعدون عني أكثر وأكثر لأنه إلى الآن لك عليه ويحر القلب وينرفز وفي بعض الطمع إلى حد معين بس مزال تحسين إحنا نحتاجه وكنا طلبينه من زمان في الوبر بانر راح يسمح لك أو راح تكون عندك الفرصة أنك تختار السلاح اللي انت بيه وتحاول تسحب فيه لأن يجيك بشكل مضمون كحد أقصى محاولتين فاش لبعد راح يطول لك السلاح اللي انت بيه النظام حقه أول كان يمديك حرفين تكط مئات ألاف الدولارات في الوبر بانر ودائما يجيك السلاح اللي يتمتبه لأن القاعدة 75% يجيك واحد من السلاحين ذولي أو 25% يجيك واحد من السحة الفائفة الرئيسية معناها في احتمال كبير كل مرة تسحب وانت بالكتاب يطيح لك السيف وطيح لك مرة مرتين ثلاثة خمسة زيما صار معانا أو بحبت بحبت قلب اللي جاءتها صفحة مليانة من السحة اللي هم يبيها ذا غبنا ذا شيء سيء جدا فأضافوا عندنا حاجة بسميني Optimized Path ولا Optimized أغير مليش تسميني بالاسم هذا علمهم شي الفكرة حقيقة بالضبط أنه راح يطلع لك زر إضافي تحت على اللي صار هنا إذا انتوا تشوفونا Optimized Path في الوبن بانر من في البانر العادي في الوبن بانر الحالة لما تضغط عليه راح تفتح لك صفحة تقول لك ان تختار السلاح سلاح للأيسر ولا الأيمن وذا معناها أنت لما تسحب استحاد تحين وابن بول وراب بول فورستار فورستار سلاح الفارف يصبح لما يأتيك في احتمال يكون السلاح اللي انت خترتها من مضمون في احتمال يكون السلاح اللي انت خترتها إلا طه لك خير وبركة تم عسل على العسل تختار السلاح مرة ثانية انت بتقول والله للمرة جبت تسايف حين بحول الكتاب إذا ما جاك لأنه مش مضمون يجيك راح يجيك سلاح ثاني ورح يعطونك نقطة واحدة يسمونها فيت وشوف عندك موجودة هنا حدك نقطتين بس هنقول راح تجيك نقطة واحدة إذا سحبت وما جاك السلاح اللي انت بي يعطونك نقطة تسحب مرة ثانية إذا جاك سلاح اللي انت بي يعطونك النقطة الثانية معناها ثالث سلاح تجيبه فاي فسار مضمون مليون بالمئة ان يكون السلاح اللي انت اخترتها تحت بشريط ان يكون عندك نقطتين هنا أجل معناها راح تدفع قرابة الثلاثمائة دولار كحد أقصى فسوأ الأحوال لتجيب سلاح معين انت بي أو قرابة الكم المئة وعشرين مئة وثلاثين مئة وثمانين مئة وخمس وثمانين سحبة إضافية لا صحيح مئة وخمس وثمانين المهم مئة وخمس وثمانين سحبة في أسوأ الأحوال عشان تجيب سلاح انت بي غير لا سحبة في الصال اللي راح تيجيك منجانية بس هذا ما كان عندنا قبل وكانوا منعوزنا بشكل غير طبيعي ويخليك تتوتر إذا جيت تسهب على الوبمبانر تغيير إيجابي أحسن بس ما زال أتمنى يحطون أشياء أفضل بحيث أن يجيك سلاح مرة اللي تبي وسلاح مرة اللي تبي يمكن يسوونه في المستقبل بس إلا الآن بتغيير إيجابي زين راح يسهل حياة قلتها بشكل غير طبيعي بالإضافة لتغييرات هذه كلها ولينا متحمس لها بشكل غير طبيعي وناس واجهوا متحمسين لها راح تجينا عدد معيم الإفنتات بعضها جديدة وبعضها قديمة عبارة عن خمس إفنتات واحدة منهم الثاندر سوجون هذه راح تكون أربع إفنتات داخل إفنت واحد وعن طريقة راح يعطوناك نصخة مجانية من بيدو فاللي فيكم ما عنده بيدو أو عنده بيدو بكون أسئلة إضافية لها راح تجيك مجانية مع الإفنتات بأجين أحدك الإلكترات الممتازة ومثالية مع الإفنت الحال اللي مربوط كلها بالكهرب والإلكترو والخبط هذه كلها الآن الإفنتات الدولية للأسف ثلاثة منهم إقدام مبجدة يعني كانوا مجيئين من قبل عدلوا عليهم وجابوهم مرة ثانية اللي هي ثيتر ميكانيكس أحد الأشياء الممتعة بشكل طبيعي صراحة بالنسبة لي اللي تعطيك بيت أو بيت معين تختاره من الأربعة ذولي نهاية الإفنت أغلبيتكم عنده واحدة منهما اللي ما عندك راح تجيك فرصة لنك تختار واحد من ذولي اللي يسمح لك الخيار أنك تختار إكس بي والمورا العادي يجيكي إكس بي ومورا راح يخليك تختار بين الثنتين على راحتك ذولي كلهم اقدامة الجديدة فانتم فلو وثاندو سوجن اللي راح يجون ذولي الخمسة ينتقسمون على قرابة الشهر والنص حق أبديد 2.0 حليقة جواء الزحمة فيهم براهيم وجم كتب مورا وخربطة وكاركترات كذلك حداشة الجديدة اللي أضفوه اللي يتكلم عنه من زمان قبل تنزيل اللعبة بشكل رسمي قبل البيتا والفل ألفة تكريبا والطموهات حق تلعب أنه يبوني نحطون نظام زراعة في اللعبة غاردني ويربطون بضام الهاوسينج سيسم حقنا راح يطونك أداة البذذي تروح البيت تحط لك زي المكان تزرع فيه وتحط البذور هذي وترجع تحصدهم بعد مرور يومين وحاجة تقريبا هذا راح يسمح لك تفرم الموارد بدبل الكفاءة اللي كنت تتسويها من قبل فإذا كان عندك نوع عما القدر أنك تفرم 30 نبتة في اليوم وذلك راح يسمح لك تلفل أول سري تفرم 60 نبتة في اليوم في العالم حقك قيرنا ما تروح على أملا السنين آخر شي راح تكلب عنهم بتشكيلة أسلحة الجديدة اللي في عندنا سلاحين فاي فيصل راح يجوننا ورح يتقسمون على بناري مختلفين أجين أسبوع القادم بإذن الله وبعد ثمان أيام راح يجينا السلاح الأول اللي أتوقع راح يكون شنو عاكم معناها سلاح حقه راح يجي ومعناها بعد يومي راح يكون معنا لبوه حقه سلاحين جبارين بالذات السلاح هذا والقوست جيد بس السلاح راح يغير المتة بشكل غير طبيعي إذا توقعي صح وإذا ما غيروا شيء في الأسلحات حقينا راح يغير المتة بشكل أليم وفوق هذا كله هذا السلاح الفاي فستار عند السلاحين جدد أضافوا تشكيله من الأسلحة المجانية الفورستار اللي نديك تصنعه عند الحداد فإذا عندك موارد وفرهم لتسهلكم لنديك تصوي خمس أسلحة جديدة مربوطة بالثقافة ولا بالثيم الكهربائي الإلكترو وكلهم يعطونا بشكل طبيعي فوفر الموارد حقتك لأنه راح تحتاجه لتصنع بعض الأسلحة كذلك حد الأشياء الحلو اللي أضافوها إنه يمديك تصوي رول الأرتفكتات وبالآحرى يمديك تجيب هذه الأرتفكتات يعني تمن تعجبك أستاذ حقتها مبله هناك طاحتك شي فيه دفاع وإنت بيأتهاك أخذهم والضحي فيهم ويعطوناك بدانهم صندوق جديد تفتحها ويطيح لك منها يا غلادياتر فينالي يا وندر رتروب أو تشكلتين ثانيتين ما بعد يتكلمون عنهم بشكل راسبين فما قدر أتكلم عنهم ويمكن يغيرونها علموا فلما تفتحها وميطعون لك منهم غلادياتر فينالي ولا وندر رتروب وقد يكون فيها السادس اللي ينتبيها هذا الشي حلول ليه لأنه يمديك من قائد تفرم الدنجن مثل بايرول الإلكتروض أي دنجن ثاني حق الأرتفكتات أساسية إذا ضحت لك قطعة ما تبيها تقعد تسوي رول لها وفي حتى تنطيح لك قطعة حقها تقل لدياتر فينالي ولا وندر رتروب للكراكترات الثانية لأنه حاليا ما عندنا طريق ينفرم فيها شيئا نروح نذبح زعماء يأخذوا مننا 40 ريزن ويطالحون لك واحدة ولا ثنتين بالكثير حرام دبل الرزن اللي تساهلك بنص الفائدة اللي تطلع منها وممضمونة فذل أحد الطرق اللي حلو أنت تفرم حق كاركتر رئيسي ويعود تفرم لكاركتر ثانوي نصطيق عقيم بتكلم عن تفاصيل أكثر فيديو لها آخر حاجة بتكلم عنها ويمكن أهم حاجة رح يعطوننا تشكلتين من الارتفكتات الجدد واللي يعتبرون رح يسوون زعزع تغيير في بلدات كثير من الكاركترات اللي عندنا اللي الأولى اسمونا أمبرومد مبهرت بالبلدات الجديدين دينا نسويهم عن طريق استغلال نظام ملعب مختلف لشخصيات الجاية بإذن الله والشخصيات اللي عندنا من قبل مثل قانيو وكم من كاركتر ثانية حليا وعلى أموم ما أتكلم عن تفاصيل أكثر فيديو لحالهم ديبي لها تجربة وتعمق وبس تانس بشكل غير طبيعي الأشي اللي أضفوها في الأبدات رح تتغير وتسوي زعزع على المثل اللي عندنا حاليا وأتوقع رح تخلينا نتركز على الفرق والأعضاء الفريق اللي يمديهم ميزون دمج حقهم عن طريق السواب لأنك تدخل كاركتر ثانية سوي ألترمت وتطلع تدخل بالبعدات سوي ألترمت وتطلع لأن هذا الثيم حق الإلكترو آركن والإلكترو إنزوم شكل عام من الأسلح حقاتهم الأرتفكتات نظام البفوات الجاية كله يحفز سالفة إنك تعتمد على الفريق ومبالة شخصية واحدة فالشي حلو وذلك معناها البلدات اللي عند الميقابل ما زالت فعالة لكن البلدات الجديدة رح تفتح لك سقف جديد عالم جديد من اللعب على المهم إذا أعجبكم فيديو وساعدكم أعطاكم معلومات ووضح لكم بعض الأشياء أنتوا كنتوا تدروع عن بعض التغييرات ودليتوا عنهم في فيديو هذا علموا هذا كده رح نتكلم معنا بإذن الله فإذا أعجبكم فيديو سبسكرايب لايك كومنت عدنا بث العادة نسوي يومية من الساعة 8 8 وحاج الساعة 11 عن طريقة وتش حياكم في أي وقت تعالوا يسألونا إذا أنتم عندكم معلومة ما كنت ري عنها شاركونا فيها إذا ما كانت الليكس الليكس ما قدرت تكلم عنها تأسريبات ما قدرت تكلم عنها بس علموم إذا عندكم معلومات غفلت عنها ما تكلمت عنها كتبوا في كومنتات تحت حور البث شاركونا فيها الله يجاكم الفخير ومستمتع بشكل طبيعي بحضوركم ومتحمس أكثر الموحدة القادم معاكم بذن الله من فيكم تحمس تحمس ألف علموا شكو مرة جاية باي